اشتركوا في القناة فهذا الهاتف يعتبر مهم جدا بالنسبة للناس اللي موجودين بالعراق لانه يدعم شبكات وشرائح CDMA فنعرف انه عندنا شبكات CDMA بالعراق ما تشتغل عليها الا مجموعة محددة من الهواتف فهذا التلفون رح يكون داعم لشبكات وشرائح CDMA بالتالي هذه نقطة مهمة بداية فالفيفو V21 يجي بسعر 386 دولار يعني نتكلم عن سعر 560 الف دينار عراقي سعر هاتف اعلى من الفيه المتوسطة يمكن قريب على سعر فلاكشيب كيلر فشنو اللي راح تقدمه فيفو بتلفون مثل هذا اولا التصميم بداية فالفيفو V21 عليه تصميم متقن الهاتف من اجمل هواتف الفيه المتوسطة الظهر الزجاجي اللي بالوان معكوسة ما استرخصه وهناب بشي بلاستيك واكيد هذا طبيعي مع سعر تلفون مثل هذا ومع التقفيلة والحجم بصراحة من احسن الهواتف المتوسطة من ناحية الحجم اللي بالامكان انه تحطها بجيبك بدون ما تضايقك الكاميرات مركونا في الزاوية والكاميرا الاساسية هنا نشوفها في حجم اكبر من البقية لانه هي الاساس وهي اللي راح يتم الاعتماد عليها اكثر الوقت شنت اتمنى انه الفريم يكون من المعدن بحيث ينطي وزن اكثر للتلفون لكن عموما اذا ردنا نباوع للتصميم من جانب ثاني فراح نشوف الشي اللي فعلا غريب والكلام هنا عن شكل الكاميرا الامامية اللي يعتبر بالفترة الحالية شكل قديم الووتر دروب نوتش تم استهلاكه قبل اكثر من سنة لذلك وخصوصا بهذا السعر المفروض ما نشوف تصاميم من هذا النوع على كل حال فاذا نرجع للزوايا الحلوة فعندنا هنا شاشة ممتازة جدا امولد وتسعين هرتز ايضا فاثنين من اهم المتطلبات اللي غالبا ما تلقاها بتلفونات تحت هذا السعر راح تكون موجودة هنا شاشة الامولد اللي تعطيك كونترست ممتاز وعمق جميل في العلوان وتجربة مشاهدة واستهلاك محتوى رائعة الشاشة بحجم 6.44 انش وبدقة فل اتش دي ومعدل بيكسلات 409 بيكسل لكل انش الشاشة عليها ملاحظة وحدة بس انه سطوعها تحت اشعة الشمس قليل نتكلم عن 500 نتس فقط كأعلى سطوع ولكن بالاماكن العادية بالاماكن المغلقة ما راح يكون عندك مشاكل طبعا الشاشة راح يكون تحتها بصمة اصبع بصمة اصبع سريعة استجابتها ما بها اي مشاكل وبالامكان ايضا انه تتحكم بالانيميشن اللي تظهر عليها اثناء الفتح من داخل الاعدادات فاضافة جميلة في السوفتوير نروح السا للشي اللي فعلا يميز هذا التليفون والحديث هنا عن الكاميرات الخلفية فالفيفو في 21 عليها ثلاث كاميرات خلفية اساسية 64 ميجا بيكسل وعدسة الترا وايد 8 ميجا بيكسل وعدسة لماكرو 2 ميجا بيكسل واللي يميز الكاميرا الاساسية هنا انه بيها OIS تثبيت صورة بصري هذا الامر راح يساعد انه الفوكس يكون مضبوط سواء بالصور او الفيديو بحيث ما تطلع عندك صور مهزوزة او بيها مثل الكلتشات وامامكم نتائج الصور اللي طلعت من الكاميرات اللي موجودة على هذا التليفون بمختلف الاوضاع وبمختلف العدسات سواء العدسة الاساسية او العدسة الالترا وايد او عدسة الماكرو اللي استخدامي الها صراحة كان اقل من باقي العدسات وطلعنا النتائج باوضاع مختلفة سواء التصوير الليلي او تصوير البورتري او التصوير بالاضاءة المضبوطة وقد كان طويل عندي حتى اجرب واختبر هذه الكاميرات وفعلا نتائجها ممتازة العدسة الأساسية تعطيك حدة جيدة جدا للصورة أشياء حلوة هواية عودت أحصلها كلما ألتقت صورة بالعدسة الأساسية أولها الدايناميك رينج الممتاز وثانيها التفاصيل الكثيرة وأخيرا وليس آخرا طريقة طرح الألوان والتعامل مع التدرجات اللونية ضيف على هالشي فسرعة الشتر هنا ممتازة جدا حتى البروسيس اللي يصير بعد التقاط الصورة سريع وما يأخذ وقت طويل ففيفو مشتغلة صح بهذا الجانب فعلا كاميرات جيدة وخصوصا الكاميرا الأساسية يعتمد عليها بقوة طبعا فيفو حط لمساتها بتطبيق الكاميرا اللي رح يوفر لك مجموعة فلاتر لطيفة أنا صراحة مو من الناس اللي تستخدم فلاتر بس هنا الفلاتر فعلا تغير مود الصورة وتضيف عليها لمسة والحلو أنه كل هن أربع فلاتر فمو مجرد زيادة وهوسة فقط أيضا موضوع التصوير الليلي والتقاط صور بظروف إضاءة منخفضة رح يكون حاضر ومع نتائج مشجعة مثل ما تشوفون أيضا تصوير الفيديو في الكاميرات الخلفية اللي موجودة هنا يعتبر من نقاط القوة بسبب طريقة المعالجة الخاصة بفيفو فعندك إمكانية تصوير 4K 30 إطار بالثانية ولكن بدون تثبيت بصري الأو اي اس ما رح يشتغل بتصوير 4K بل رح يكون مشتغل بتصوير الفل اتش دي فعندك إمكانية تصوير 1080 بمعدل 30 أو 60 إطار بالثانية وفيفو هنا موفرة لمسات حلوة داخل تطبيق الكاميرا فمثلا تقدر تصور بطريقة Dual View بحيث يكون عندك الشاشة مقسومة إلى قسمين باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت وأيضا تقدر تصور بطريقة Picture in Picture وهذه رح تكون مفيدة جدا للشروحات من خلال استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت ولكن هنا تكون نافذة عائمة أصغر من النافذة الأساسية بالضبط مثل اتصال الفيديو اللي يكون بينك وبين شخص آخر تصوير الفيديو هنا مرة ثانية مميز جدا بهذه الفئة السعرية قد يكون واحد من أفضل الهواتف بهذه الفئات اللي تعطيك فيديو حلو لون بشرة ممتاز Dynamic Range حلو Focus مضبوط خصوصا على 1080 رح يكون عندك التثبيت البصري مثل ما قلنا فالOIS رح يكون شغال وما عندك مشكلة بهذه الجوانب محبي الفلوكز وتصوير الفيديوهات هذا الهاتف مناسب جدا لكم إذا الدورون على تلفون بهذه الفئات يقدم جودة فيديو ومعالجة محترمة حتى بتصوير السلو موشن بالإضاءة الجيدة رح ينطيك نتائج ممتازة على الـ 1080 والـ 120 إطار بالثانية والفيديو أمامكم من الكاميرات الخلفية نتحول للكاميرا الأمامية بحيث عندنا كاميرا أمامية واحدة على شكل الـ Water Drop Notch بدقة 44 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.0 رح تنطيك تصوير فيديو 4K أيضا وأمامكم بعض النتائج والعينات من الصور والفيديو الخاص بالكاميرا الأمامية اللي موجودة على الـ Vivo V21 تعاملها مع الـ HDR ممتاز كاميرا أمامية تبقى حلوة بالاستخدام اليومي الحادي قوتها بالفيديو بوجهة نظري أكثر من قوتها في الصور بعد ما استمرت التجربة وياها تقريب 25 يوم أخيرا ويسا آخرا في Vivo V21 أكيد موضوع الأداء والواجهة ومستوى الهاتف بهذا الجانب طبعا التلفون عليه معالج MediaTek Dimensity 800U اللي يدعم خدمات 5G الجيل الخامس ذا كانت طبعا المنطقة اللي أنت متواجد بها تدعم 5G وأيضا مع 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت ذاكرة تخزين وبالنسبة لمستوى الهاتف في الألعاب فهو بصراحة متوسط أداء هاتف فئة متوسطة في موضوع الألعاب PUBG مثلا راح تقدر تلعبها على إعدادات الـ HD كحد أقصى وبالشكل عام راح تاخذ مستوى مستقر لكن الشي اللي فعلا راح يخلي تجربة هذا الهاتف مختلفة عن بقية هواتف الفئة المتوسطة هو موضوع الواجهة فواجهة قريبة على شكل الـ Stock Android بدون حشو كثير بل بالعكس من أول ما تفتح التلفون من العلبة راح تشوف كل شي مرتب بدون إعلانات على الـ Interface بدون تطبيقات مالها داعي مثبتة مسبقا والحلو أنه التحديثات راح تجي بسرعة لأنه الواجهة قريبة من الخام راح توصل أسرع من بقية الأجهزة لأنه التعديلات راح تكون طفيفة فخلال الشهر الماضي وأنا استخدم التلفون وصلني تحديثين فواجهة الفون تتش أو اس من فيفو واجهة راح تكون محبوبة لعشاق الأندرويد الخام قبل لا نروح للعيوب فعدنا هنا بطارية بحجم 4000 مليمبير مع شاحن بقوة 33 واط وأول ما قرأت حجم البطارية صراحة وقعت أنه أداءها يكون سيء في الاستهلاك لكنها فاجأتني بحيث قدمت مستوى مقبول استخدام الفترة اللي راحت 4G وفاتح هوتسبوت طوال الوقت كان يطيني بين الخمس ساعات ونص إلى ست ساعات ونص لكن إذا ألعاب وطحن جيمس طوال اليوم يمكن تحتاج أنه تشحنها على آخر النهار فما لقيت مشاكل عملاقة بموضوع البطارية صراحة فيفو طبعا من الشركات اللي تهتم بتقديم كل شي داخل العلبة سواء الشاحن مع الكيابول أو السماعات وتحويلة السماعات وأيضا الكفر السيليكون الشفاف فماكو أي نقص بهذا الجانب من ناحية محتويات العلبة هسا نعوف كل الأشياء اللي ذكرناها ونروح للعيوب بالفيفو V21 شنو أهم العيوب اللي أشوفها موجودة بهذا التليفون أولا طبعا هو موضوع الشكل القديم للكاميرا الأمامية شكل مستهلك شفناه من سنتين أو أكثر تقريبا المفروض أنه ما نشوفه بفئات سعرية مثل هذه هذا بالنسبة للعيب الأول العيب الثاني واللي أشوفه أكبر من العيب الأول وهو عدم تواجد سماعات ستريو وهذا الشيء بصراحة يعني غير مرحب به أبدا بهذه الفئات نعم عندك سماعة وحدة مونو بس جنت أتمنى لو كانت سماعات ستريو أكيد فهذا كل شيء كان يخص الفيفو في 21 اكتبلوا عليكم بالتعليقات بالأسفل عن هذا الهاتف ومرة ثانية أعتذر الفترة اللي راحت عن الانقطاع اللي خارج إرادتي تماما إن شاء الله الفترة الجاية نرجع بمحتوى أكثر وأكثر ودعواتكم أكيد للحجية تحياتي أخوكم حمد الحداد فيما الله